من بكركي أطل لبنان على القداسة في الثاني من آب 2024 ومن إهدن موطن البطريارك الطباوي إستفان لدويهي يطل بطريارك انطاقيا وسائل المشرق للموارنة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في حديث خاص للأم تي في وهو الأول غداة إعلان التطويب سيدنا أهلا وسهلا فيك بداية انطلاءا من المشهدية الرائعة اللي شفناها ببكركي ماذا يعني للبنان وتحديدا للموارنة في هذا التوقيت بالتحديد أي يعلن البطريارك إستفان لدويهي طباويا طبعا كان احتفال من قطع النظير ونحن بقى نشكر كل وسائل الإعلام هاللي نقلته هاللي أشركت مش بس الموجودين بالسحة بكركي أشركت كل هاللي موجودين بهالعالم وكلهم تأثروا تأثر كتير كبير لاي عم بقول هالشي مش بس تأثر عاطفي قال للعليم شو بكوين البطرق الدباوي مار إستفان شو عمل معن شو قالن شو خطبن هيدا شي ما حدا مننا بيعرفو بنعرف بس خارجيا إنه كان عمل رائع وكان علامة رجع كبيرة بهيد الظرف الصعب هاللي عم بعيشوا لبنان طل علينا الدويهي ليقول ما تخافوا ما تخافوا أنا مرارت قابلكم بظروف صعبة يعني 1704 توفى لمبارح تقدس لمبارح وقعلنتوا باوي تيقلنا بعد كل هالسنوات الطويلة هاللي مرأت مرأت على لبنان أمور صعبة كتير وهو كمان زيق مرارتها كان علامة رجع كتير كبيرة هاي بيقولها لكل اللبنانيين هاللي حضروه وبعتقد كل اللبنانيين حضروه هيدا البعني فيه شو قال لهم خاطب قلوبهم خاطب أرواحهم خاطب نفوسهم لكن فيه يقول هو علامة رجع كبيرة لقلنا في لبنان بيخلينا نصبر على المحنة هاللي عمل من عيشها وهيك نضم عنا أمل بربنا أنه بيتدخل وبيتدخل ساعة هاللي بريد ووقت هاللي بريد غبطك ما الرسالة التي على المسيحيين وتحديدا في لبنان أي يفهموها من سيرة البطريارك الطباوي إصطفان الدويهي طبعا نحن مش رح نشوف الأعجيب فورا لكن أنا بدي أقوله هاي دي علامة رجع اللبنانيين أو دعوة للبنانيين يتروو شوي يروو شوي على بعضهم يفكروا بالمؤسسات يفكروا بالجمهورية يفكروا برئاسة الجمهورية يفكروا بهيدا اللبنان هاللي عم بيعطي الديسين الديس ورا الديس من مرشاربي لليوم يعني حصرنا بين تسعة بين الديسين وتبويين تسعة من سنة الخمسة والستين لليوم علامة إنه السماء عم تحكينا بيقلنا للبنانيين تخيط روو شوي رؤوا على بعضكم سمعوا شوي سمعوا السماء شو ما عم بتقول وأنا بيعتقد هيدا اللي أنا بنتظره من اللبنانيين إنه مني وبجر أنا كمان بيقل شي لإلي بيقول شي لإلك بيقول شي لكل حدا منا على أكيد على أكيد اللبنانيين بيكون إلهم تأثير سيدنا يطل هذا الحدث المقدس على وقع غياب رئيس الجمهورية وهو الموقع الماروني الأرفع في الدولة وتحديدا البطريار كدويهي كان مساهم أساسي في كتاب التاريخ الموارن برأيك ماذا سيكتب التاريخ عن موارنة لبنان اليوم رئيس الجمهورية أولا أنا ما في شي بيقنعني لاي ما في رئيس جمهورية ما في شي بيقنعني لاي ما في رئيس جمهورية من أيلول قبل نهاية عهد الرئيس عون بشهرين حسب الدستور لكن من المؤسف أنه لحينه ما كان حدا يجيب سيرة انتخاب الرئيس كانوا يحكوا كلهم بإدارة الفراغ ما حدا يحكي بانتخاب الرئيس إلا أنا ولا حدا معناتها النية كانت نية مش سليمة واليوم شو السبب شو روحوا تفقوا على الرئيس شو روحوا تفقوا وين هاي وين بأي دستور ولاي المخلافات للدستور ولاي من حزيران الماضي يعني سنة وشهر ما عد صار فيه ولا دعوة للمجلس النيابي أنا ما في شي بيقنعني لي ما في رئيس جمهورية إلا نواية مش سليمة مخباية لخير لبنان وهي مش لمصحة لبنان أبدا خاصة بأداء ظرف عم بيمرؤ فيه لبنان ظرف المفاوضات ظرف الميئة المشريئية مش معروش رح يكون مصيرة مين بيفاوض رئيس جمهورية اللي بيفاوض لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان هون مش مخولين يفاوضوا هاللي بيفاوض هو رئيس الجمهورية لي ما في رئيس الجمهورية أنا ما في شي بيقنعني لي ما في رئيس سيدنا البطريارك التوباوي اتعرض للإضطهاد بمسيرته مثل ما نحن بنعرف هل برأيك اليوم في هذا الزمن هناك إضطهاد يطارد المواقع المرونية والمسيحية في الدولة؟ ما في يسميه إضطهاد في إقصاء في إقصاء إقصاء لدور الموارنة إقصاء أول شي لوجود رئيس الجمهورية أنا دايما كنت أقول وين الميثائية بعمل المجلس النواب وين ميثائية بعمل مجلس الحكومة وغيب العنصر الأساسي رئيس الجمهورية وين الميثائية ما في ميثائية يعني إقصاء مش إضطهاد إقصاء وعم نشوف كمان بالإدارات العامة يعني عم نشوف غيب أكتر وأكتر ماروني عامة ومسيحي خاصة وكأنه ما في حدا بقى مع الأسف يعني احكي بهيدا الموضوع أنا ما بحب أحكي طائفيا بس نحن بلد مكون من نظام طائفي يعني نظام طائفي التعددية والتنوع في وحدة بخدمة الدولة وهذا مش شيء عاطل هذا شيء ممتاز لكن مش شايفينه بقى بالوزرات مش شايفينه بالإدارات نعم في إقصاء بس مش اضطهاد سيدنا هل تخاف على الوجود المسيحي في لبنان نتيجة كل الأحداث اللي عم نشوفها حولينا على الوجود المسيحي لا ما في خاف على الوجود المسيحي أبدا بس في إذا كمل هيك في إضعاف للوجود المسيحي لا اضطهاد ولا على كل حال ما في اضطهاد في إقصاء في إضعاف الدور المسيحي والمسيحيين عنصر أساسي بهيد الدولة ما فيهم يحطوه على جنب بيكونوا مغلطين كتير بيحطوه على جنب لكن ما بيقدروا يحطوه على جنب لأنه هيدا ممثق بالدستور وممثق بالمثاء الوطني وممثق حتى باتفاق الطائف يعني بالنسبة للنصوص موجودة للحضور المسيحي لكن عمليا هذا الإقصاء إذا طال بشكل خطر على الحضور المسيحي بس مش 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 إمي حاق للحضور المسيحي ما بيقدر يكون إمي حاق للحضور المسيحي سيدنا أخذ على بكركي أنه ما قدرت بمكان تجمع القاضي المسيحيين اللبنانيين هل عندك عتب على المسؤولين السياسيين المسيحيين تحديدا أنه ما اجتمعوا تحت قبة بكركي؟ أنا آسف على هذا الشي آسف حاولنا أكثر من مرة مع الأسف ما قدرنا وعلى كل حال لربما يوما ما يقتنعوا وأنا آسف على هذا الشي غبطك مع هذا الحدث المقدس اللي بيدل على أنه في عناية إلهية ربما تحيط بلبنان هل من يحمي لبنان من شر الحرب؟ شر الحرب بيحموا اللبنانيين ما بدي يجل بطك الدوايهي يوقف الحرب بطك الدوايهي بيقلنا لا حرب والإدسين بيقولوا لا حرب وإنجيلنا بيقول لا حرب وسقفتنا بتقول لا حرب لكن المسيحيين اللبنانيين هلأ بدنا نحطوا عقلهم براسهم ويروقوا ووقفوا الحرب الحرب بتولد الحرب بتولد الدمار بتولد القتل وبعدين بعدين بدك تقول لا بدنا نوقف بدنا نغير اللغة هيدا تغيير اللغة هيدا أمر أساسي منتأمل اللبنانيين يحطوا عقلهم براسهم ويعرفوا أنه الحرب لبنان مش للحرب ولبنان سقافته مش الحرب سقافته سقافة الحياة منتأمل اللبنانيين يحطوا هيدا بيقلهم شكرا لألك غبطة البطريارك على هذه المقابلة وعلى مواكبة هذا الحدث ورعايته وشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة ومجددا ألف مبروك لأهدن ألف مبروك للبنان وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر